السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو جمعت لكم ان شاء الله بربي الوحدات كاملة اللي غد اطلح لكم في العلوم الطبيعية يعني البرنامج كامل اللي حب يشوف فيديو واحد ويتلقى فيه كامل المنهج ما التغذية عند الانسان الاتصال العصبي والمناعة بكامل وش فيها فكل الفيديو رح تلقوا فيه السلام عليكم بعد تلقوا ونتلقوا في فيديو جديد لانه انا صورت الوحدات منفصلة للناس اللي حبوا يرجعوا بالوحدة وهذا قلت لكم جمعت فيه كامل الوحدات فانتمنى تستفدوا منه وحظ موفق لكم ان شاء الله في البيع ثم رحمة الله وبركاته نلتقي في ملخص جديد من ملخصات السنة الرابعة متوسط غد نشوف كل ما يخص التغذية عند الانسان تحويل الاغذية في الانبوب الهضم الولاد انتعرفوا على الجهاز الهضمي هذه الاغذية تتحول في الانبوب الهضمي فلازم انتعرفوا عليه فنشوفوا كل مادة تغيرات اللي يصرع عليها على مستوى اي عظو فنشوفوا مكونات الجهاز الهضمي عندي هنا اول حاجة الفم عندي المرع عندي المعدة وعندي الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغاليضة عندي هنا هذا يسمى المستقيم وهذا فتحة الشرج هذا الانبوب الهضمي وعندي الغدد الملحقة الغدد الملحقة هنا عبارة عن الغدد اللعابية عندي الكبت المرارة هنا عندي البنكرياس نروح نشوفه الآن بالتفصيل عندي الانبوب الهضمي لأنه اللي لقنا نحفظه البيانات هادو نحفظهم بكل وحدة وبرستها فهي سهلة مهلا نجوم الفوق للتحت عندي العنبوب الهضمي وش فيه؟ فيه ثم بلعوم مرئ فهاكا نخم ثم عندي البلعوم عندي المرئ المعدة 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 الدقيق المعدة المستقيم فتحة الشرج المستقيم قلما يجي هنا من بعد يذهب فتحة الشرج وعند الغدد الملحقة الغدد الملحقة فيه البينكرياس فيه الكبد فيه الحويسل السفراوي فيه الغدد اللعابية فيها غدد جدار المعدة وفيها غدد جدار المعي الدقيق ها 돼ه هما الغدد الملحقة مع عمانها الجهاز الهضمي تعيي تكونني من أنبوب هضمي وغدد ملحقة نشوف الآن العسارات الهاضمة العسارة الهاضمة أخرى هي تحتوي مواد كيميائية تقوم بعملية تبسيط الأغذية معندها العصار هذه المتاعي هي اللي فيها الأنزيمات اللي تتأثر لي على المواد الغذائية نشوفو على مستوى كل عضو شهي العصار اللي فيه عندي على مستوى الفم العصارة اللعابية أنا عارفين بل اللعاب موجود على مستوى الفم سهلا المعدة فيها العصارة المعدية المعدة الدقيق فيها كثر من عصارة المعدة الدقيق الخدمتاعه مش هارشة يخدم ما شاء الله عليه فيها العصارة المعاوية وفيها العصارة البينكرياسية وفيها الصفراء داروكم نشوفو تحولات الأغذية تحول الأغذية عندي تحول ميكانيكي وعندي تحول كيميائي شاهوا الفرق كتسمعوا تحول ميكانيكي ولا قالي عارفوا باللي بتدخل الأعضاء كتسمعوا تحول كيميائي عارفوا باللي بتدخل مواد كيميائية فهذا الحال هنا عندي بتدخل الإنزيمات ولا العصارات فهنا يفتحوا الميكانيكي شاه عندي عندي الفم شافه فيه الأسنان فيه اللسان وفيه اللعاب عندي المعدة فيها تقلصات جدار المعدة وعندي المعي الدقيق الحاركة الدودية للمعي الدقيق مع أنت هنا تحول الميكانيكي بتدخل الأعضاء فم معيدة معي دقيق فم معيدة معي دقيق نجو الآن التحول الكيميائي تحول كيميائي نشوفو العصارات الموجودة والإنزيمات الموجودة على مستوى كل عض عندي الفم حاجة اللولا فيه العصار اللعابية يوجد انزيم الآميلاز اللعابي لأنه المعيد 속ن إنزيم الآميلاز اللعابي ينقله لبروتياز المعددي قوله لبروتياز 1 ينقله به integrity 대�يق يوجد على مستوىποιا لأنه جلب ده كال Negar إ Korea Black عبريتهمين قولاً به YAN Lydez هنا انزيم الاميلاز الليعابي في الفم و disponبال الاميلاز بنكرياسي في المعي الدقيق ورغم انزيم البروتياز المعاوي ولا البروتياز الثنين عليها سميناه بروتياز الثنين لأنه نحفظه كما هك بلي انا شا عندي عندي فم معدة معيدا قيق فعلى مستوى هادو ثلاث صوالح يتغيروا لي المواد الغذائية التاعي على مستوى الفم المعدة المعددا قيق ونحفظهم بهذا الترتيب خلاص وعندي فيها انزيم الليباس كي نحفظ العصارات ونحفظ شا فيهم انزيمات لنجي شوف التحولات الغذائية ونبدأ مادة بمادة ونقول وش يصرى على مستوى كل عضو يعني على مستوى الفم على مستوى المعدة على مستوى المعدد دقيق نجولولا للنيشاء النشاء يصرى لتحول على مستوى الفم يتحول النشاء الى مالتوز بفعل وش قلنا في النشاء وش عندي في الفم وش عندي؟ عندي الاميلاز اللعابي فبفعل الاميلاز اللعابي وش تحولي النشاء الى مالتوز بش نحفظ انا كي كود صغيرة بحنحفظ ببلي المالتوز النشاء تحول المالتوز نقول مالتوزن في الفم مالتوزن علاه لان هنا عندي مالتوز وهنا عندي النشاء لاننشاء فنقول مالتوز نعرف ببلي النشاء تحولي المالتوز فنقول مالتوزن في الفم لكي نحفظ في المعدة لا يحدث اي تغيير في المعدة لا يحدث اي تغيير في المعدة لا يحدث اي تغيير المعدة دقيق اضطوه في حسابكم الخدمة عندهم شارجة يخدم ليح المعدة فدخل فيهم كامل صحة وش يصرا في المعدة دقيق لدي نشاء اللي لا يتفكك يتحول الى مالتوز اللي لا تفكك ليش في الفم لخطر دفاع يأكله بالخفوة فالماكلة لا تتحول ليش في الفم فهنا يأتي دور شكون يتحول الى مالتوز كيف يأتي دور الاميلاز المينكرياسي يعني انا احفظ نشاء يأثر عليها الاميلاز نشاء يأثر عليها الاميلاز سواء على مستوى الفم ولا على مستوى المعدة فقط انا باش نفرق نقول في الفم عندي الاميلاز اللعابي وفي المعدة الدقيق وش عندي انزيم الاميلاز البينكرياسي في المعدة الدقيق على هل تحول من العصار البينكرياسي نشاهد العصارات قبل وقلنا انزيم الاميلاز البينكرياسي جايف العصار البينكرياسي على بيها نسمي انزيم الاميلاز البينكرياسي ثم تحول لا يتحول الى إسراء غلوكوز سكر العنب فهناي يتحول الغتوز إلى غلوكوز ما 디자عrategy انزيم المالتاز من انزيم المالتاز نحفظ هاكا المالتاز يأثر على magistros بكي تحولي لغلوكوز غلوكوز هو السكر البسيط سكر العنب نضع في رأسي أحبتها مع جلوكوز ثم نقول جلوكوز عنب سكر العنب سكر فالنضي نقول سكر الشعير نذهب الآن للبروتين البروتين على مستوى الفم لا يحدث أي تغيير لا يحدث ولا يتغير على مستوى الفم على مستوى المعدة يتحول البروتين إلى سلاسل بيبتيدية يكون الخدمة لولا للبروتين يتحول سلاسل بيبتيدية ينقص في الطول ينقص في الطول سمينها ثلاثة بيبتيدية أو بيبتيدات نعطيكم كم المصطرحات بفعل إنزيم بروتياز هذه ما نقدرش نتخلطه فيها بروتين يأثر عليه بروتياز برو برو جينجا برو هذا وخدمتهم برو فالبروتين يأثر عليه البروتياز المعدي على هل قسم منه موجود على المعدة من قسم البروتياز ب sev burst لأنه نقول و SAND och بحفظ في المعدة المعدة الك bagus فهنا الأستغرق Breed على مستوى المعدة التي تكون لدينا مع اخذ نريد تحول إلى احماض آمينية من المستقبل البرؤتياز المعاوي هي بذا din المعيدة من المعيدة إذاجنا نفعل دسم على مستوى الفم لا يحدث أي تغير حين أن اعتسد المعدة träح الأخطائر كذلك لم ي etap خطائر هنا على مستوى دسم التغرير لا ي تغير كذلك للمعدة ثانيا إن دسم يحمي الفم مهойд ألي مهلا يتتحول الدسم أحماض دهنية أحماض دالك أحماض دهنية تتحول الى احماض دهنية وغليسيرول الى احماض دهنية وغليسيرول بفعل انزيم الليباز ومساعدة السفراء في المعي الدقيق الدوسم تتحول الى احماض دهنية وغليسيرول امتصاص المغذيات تفكت الى كامل المواد الغذائية وولت على شكلها البسط تقعد في المعي الدقيق تقريبا كامل تحول نهاية تحمونيسرة في المعي الدقيق يقعدوا هذا في المعي الدقيق لا خص العضوية تستفد منهم كيف تستفد منهم عندي بما يسمى بامتصاص المغذيات بعد الهضم تتشكل المغذيات اللي هي عبارة عن غلوكوز احماض امينية احماض دهنية فنقوله احماض دهنية ولا احماض دهنية غليسيرول فيتامينات معادن ماء سيليلوس عندي هنا ملاحظة السيليلوس جزيئة ضخمة لا يوجد اي انزيم يبسطه السيليلوس جزيئة ضخمة ما عندهاش حاجة تبسطها السيليلوس ساعدني في الهضم فقط فهنا توجد في الياف النباتات خاصة يكون يقول لكم سيليلوس وينجايا سيليلوس هل عندها انزيم افكا لا ما عندها شعله يكون يقولون انها جزيئة ضخمة نشوفوا هنا هاول المعي الدقيق تاعي هاولا راهم عمر بالمغذية خلاص المغذية على هاالك شكلها البسيط شسبونا في المعي الدقيقه aus gitu من الجدار الداخلي تاعه من الجدار الداخلي تاقيا من토�следوم امتنائات في هاي الطابحين الذاغاباتiana زغابات معاوية كيف لقينا الزغابة المعاوية قلنا تسمى المعي الدقيق على مستوى هذه الزغابة المعاوية يصرى لامتصاص هذه الزغابة تمتصل لكامل هذه المغذيات باش من بعدها يتوزعوا على كامل أعضاء الجسم صاحة نروح ونشوفو الآن بنية الزغابة المعاوية رسم تختتي للزغابة المعاوية عندي هنا خلية معاوية عندي خلية مخاطية عندي شعيرة دموية عندي وعاء لمفاوي وعندي وريد دموي وعندي شريان دموي عندي تسمى الشريان بالحمر والوريد بالزرق وعندي وعاء لمفاوي هذه هي بنية الزغابة المعاوية كيف شفنا فيها بزاف تاع الشعيرات هنا وكشفنا الشكل التحادير هاك قلنا تسمى هي لي تمتص لكن سنشوفو الخصائص تاوحا عندي العضو المسؤول عن الامتصاص المعاوي هو الزغابة المعاوية ما فيها شنقاش شاه الخصائص لأهلتها باش تمتص المغذيات اللولا عندها الغشاء الخارجي رافيع يعني جاي بزفر كيك كل ويعا اتحها جاي بزفر كيك تمتصلي لانا باش نشبهها نشبهها بكيش كتانة كون الكتانة هادي تكون ثقيلة الامتصاص غادي يكون ثقيل نجيب مثلا الكتانة ثقيلة ونحطها على الماء الامتصاص يكون ثقيل بس سحكون نجيب كتانة خفيفة ونحط عليها الماء الامتصاص كيفش يكون يكون خفيف بالخف بالخف يصير الامتصاص بالخف اللي ما يفوت من هديك الكتانة للجهة الأخرى بس سحكون تكون ثقيلة لا ميفوت ليش بالخف فالغشاء الخارجي رافيع يسمح بامتصاصه للمغذيات وعندي كثافة الشعيرات الدموية احنا بشي مثلوها المثلوها بعفتها ونقولو فيها شعر بزاف فغادي تمتصلي بزاف فهنا شعاع الدموية واللمثوية داخل الزغابة يسمح بامتصاص جيد للمغذيات معنى هدي الخصائص لأهلتلي الزغابة المعاوية بشيالي تمتصلي المغذيات امتصصت المغذيات وكملت بعدها سيصرالها غادي تمتاقل فهنا يا عندي نقل المغذيات في نقل المغذيات عندي مكونات الدم كدرت مكونات الدم معنى هده دور في نقل المغذيات ما قد ندرسه غير هكا فى الدم لو مكونات الدم شافح فى قريات الدم البيضاء هذى اللى دعيه كبيرا فى الانوعية هذى أنوية مفصصة قريات الدم البيضاء عندي قريات الدم الحمراء هذى هاكا حمراء اي بينا وعندي هنه يصفائح دموية هيدا الصفائح وعندي سائل البلازما اللى جاي الدخل وينهه توقوخ سوف نشوفوا مكونات الدم ودوروها شو دورتها في النقل المغذية تعالي هني ندرس فيها أنا عندي كورية الدم الحمراء هي المسؤولة عن المبادلات الغازية تنقل لي السي اودو وتنقل لي الاودو ولا يقول مسؤولة عن المبادلات الغازية كيف كيف عندي كورية الدم البيضاء شفناها في المناعة باللي دورها الدفاع عن العضوية ولا دوك نشوفها في المناعة الدفاع عن العضوية وعندي صفائح دموية شو دورتها تخثر الدم ما عند هذه الهدرة انا يكون نجرح والدم ما يتخثرش ثم يخرج لقعم الكوخ تاعي كيف يخرج لقعم الكوخ تاعي تم موت فهي المسؤولة عن تخثر الدم عندها دور كبير صفائح الدموية والبلازمة شديد تنقل المغذيات انا شبه نشوف نقل المغذيات فالبلازمة هي لتنقل المغذيات والفضلات نشوف الآن الكوريات الحمراء كيف تنقل الغازات نقل السيودة والأودوبسها كيف تنقلها تحتوي الكوريات الحمراء على بروتين فيها بروتين أحمر على بيها عندها اللون الأحمر هذا يدعى بالهيموغلوبين نسموه الهيموغلوبين نرمزوله بالأشبة يتثبت عليه الأودو والسيودة وفق المعادلات التالية يعني يتثبت عليها والدم يوليد حرك هكا ينقل للأودو ينقل للسيودة انا اللي حاجة اللي نحط في راسي بالأودو حاجة مليحة فاللون تاعو فاتح من يتثبت السيودة حاجة مليحة اللون تاعو قاته صح عندي الأشبة هنا اللي هو الهيموغلوبين زائد ربعة تاع الأودو تعطيني الأشبة الأوويت مع أنت هنا الأكسجين راح نثبت لي للأشبة على الهيموغلوبين فبلون قلنا اللون فاتح هنا الأشبة زائد السيودة وش يعطيني أشبة السيودة يعني هذه ساعة لك هذه بركنا نضيف لها ربعة وهنا نضيف لها ثمانية ربعة ثمانية هنا لا الأشبة زائد السيودة هذو يسقو في بعضياتهم بحضة والأشبة سيودة وقلنا لون قاتم خلاص شوفنا كيف هشت كورية الحمراء تنقل للأودو وتنقل للسيودة نروح ونزيد ونشوفو يعمل القلب على توزيع وتدوير الدم على مختلف أعضاء الجسم شا دخل القلب هنا هل قد نقولو شا دخل القلب هل نحن وشقونا شوفو هنا يشقو لنا يعمل القلب على توزيع وتدوير الدم تم القلب هو يدور للدم والدم شافح في البلازما والبلازما شادية تنقل المغذيات معاندها القلب الثانيك عند تدور في نقل المغذيات على بها دخل هنا صحة؟ وتدوير الدم على مختلف أعضاء الجسم عن طريق عنده دورة صغرى ودورة كبرى الدورة الصغرى هي دوران الدم الحاصل بين الرئتين والقلب يعني وشيسرالي بين الرئتين والقلب حيث ينقل للقلب الدم المحمل بغاس أودو المجمع من مختلف خلايا الجسم إلى الرئتين حيث يتم طرحها خارجا ثم يعود هذا الدم محملا بغاس أودو إلى القلب ليتم توزيعه على سائر خلايا الجسم اذا كنت فهمكم في هذه الهضرة عندي القلب مع الرئة القلب وش يدير؟ الخلايا التي تخدم لي تطرح لي السيؤودو القلب هذك يجيبها وين يروح يحطها؟ يروح يحطها للرئة يعطيها لها يقولها هاكي السيؤودو هاكي السيؤودو خرجه والرئة وش تدير؟ لأنها هي العودو المسؤولة عن التنفس فتخرج لي برا من الجسم التاعي تخرج لي السيؤودو كي تخرج لي السيؤودو يعاود هذا الدم يرجع للقلب بسح يرجع بالقلب كي يرجع بالقلب القلب يروح يوزعه على سائر خلايا الجسم هو يسحق بالصح يروح يوزع تهنيك على خلايا الجسم كامل الخلايا تتنفس فهذه اللي تسرابين الرئتين والقلب سموها الدورة السخرة وعندي الدورة الدموية عفوا اسمها الدورة الدموية الكبرى وعندي الدورة الدموية الصغرى وين تصرى؟ من بين وبين تصرى؟ مش كون المسؤول عليها؟ هي دوران الدم الحاصل بين القلب وكافة أعضاء الجسم حيث يعود الدم محملا بالفضلات وستعود النتجان عن نشاط خلايا الجسم لتصل إلى القلب أين يتم توزيعها على الأجهزة الإطراحية صح؟ كامل الخلايا تتخدم خدمتها تدير تفاعلات التحليم سحقتها هي تتحق الأودو ستطرح للسي أودو وكما تطرح للسي أودو قلنا يديها القلب القلب يضعه يقول للرئة هاكي والرئة تخرجه والفضلات تسمى الدم عنده دور رئيسي الفضلات هذي شيء يصير لها؟ الفضلات تتخبر القلب يديرها؟ يروح يوزحها لأجهزة الإطراحية ما هي الأجهزة الإطراحية؟ وهو الجهاز البولي والجلد يوزحها لأجهزة الإطراحية كي تخرجت هناك براء الفضلات ثم قلنا يمشي ملاحة السي أودو والفضلات يخرجون براء بفضل الدم علاء لأخذ الدم هو اللي ينقل والقلب عنده دور الضخ هو اللي ضخلي اللي بها نسموه القلب مضخة فضخلي سي أودو للرئة باش تخرجوه وتضخلي الفضلات للأجهزة الإطراحية تانيك باش تخرجوه هفهمنا؟ صح؟ ونشوفوا الآن طريق الإمتساس كنظروك لمغذيات رفت الوعاء الدموي لا، في الوعاء اللمفاوي فهنا كن كانت طريق الإمتساس هناا طريق يوضح وطريق الدموي طريق المفاوي يفوتوا في الصوالح اردspçek يشال الصؤالح يفوتوا يمشتركين يمشوا في الطريق اللمثاوي او والطريق الدماوي مثلا عندي الماء ويزيد يمشتون هنا الطريق اللمثاوي يدي لي الاحماض الدسمة والغليسيرون والماء والطريق الدماوي يدي لي الـجلوكوز احماض الامينية الفيتامينات المعادل والماء نحن نرى هنا قلنا القلب عنده دور رئيسي في كل شيء في الضخ هذه اللي نحطوها في رسالنا فهنا هاولا الوعاء اللمثاوي معي دقيق هاولا الوعاء اللمثاوي هاولا عندي هنا أوعية دموية وهنا وش عندي؟ أوعية لمثاوية فهنا يتم الامتصاص قلنا هنا الطريق يروح يروح منا هنا الكبد قلنا الكلوكوز هنا يتمضم في الكبد لكن عندي بزافة غلوكوز تدي منه شوية الكبده باش تنضم لي الغلوكوز في الدم الضورتها منظم عم بعده تطلع لي هنا للقلب نزيد هنا الطريق الزاوج ثاني تفوت المغذيات هنا بالطريق الثاني وبعد يروح للقلب القلب شو دورتها يروح يدخلي كامل هذا المغذيات على كسائر خلايا الجسم شفتوا القلب يدير كل شيء يعني عنده دور في ضخ الأكسيجين عنده دور في التخلص من الفضالات يروح يدهقون الأجهزة الإطراحية يدخل الأجهزة الإطراحية الأجهزة الإطراحية هي اللي تخرجها وعنده دور في نقل المغذيات هو اللي يدخلي المغذيات على سائر خلايا الجسم لكي تستفيد منها ثم على بيها هنا القلب شوفوك فش راهو راهو مشتارك ها ها ولا القلب التاهي المغذيات تأتي منه والمغذيات تأتي منه و يتلاقاوا عند القلب والقلب يضخم على سائر خلايا الجسم فهذا لم تكن سهلا مهلا عم بعد سائر ضخين القلب دروك كي تدخلي استعمال المغذيات وهمل زخين المغذيات وظروك المغذيات تحقها العضوية لن ينش dachte شاكرا بيتو شاكرا لا أرغب Sand فستهلك العضلة organizations وعندما ديم né عبار قلب ويستخДа بإنتاج الطاقه ببосьعامل الأود والـGloucos كي تنتج الطاقة اللازمة لنشاطها انها ظاهرة التنفس الخلوي ماذا بما يسمى التنفس الخلوي تنفس الخلوي كي تحصلوا به على الطاقة اشخصام الـOxygen أنا عندي كلما زاد الجهد العضالي زادت الحاجة الى الأود والء كلما يزيد الجهد العضالي اقصني ضمن طاقة لا مع أن jegie exteration و ضمن الله نرى الآن التنفس والتخمر عندي معادلة التنفس التي نحفظها الأكسجين زائد غذاء ونقلوغلوكوز عندي طرح لـ H2O CO2 وإنتاج طاقة هي الحاجة الرئيسية عندي التخمر عندي في غياب الأكسجين تقوم الخميرة بظاهرة التخمر شاهدت التخمر هو عملت الحصول على الطاقة كيف 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 تحصل على الطاقة كيف تنفس في غياب الأكسجين الفرق أنه في غياب الأكسجين عن طريق استهلاك جزئي للغذاء تقوم بها هذه الخميرة استهلاك جزئي لخدش منطقوش كامل القلوكوز يستهلك فينتاج طرح لـ CO2 كحول الإثيلي من أجل النشاط الفيزيولوجي دائما من أجل النشاط نشوفوا معادلة التخمر عندي CO2 لا هنا عندي القلوكوز هنا في غياب الأكسجين نكتب في غياب الأكسجين عندي فقط القلوكوز يعطيني الطرح CO2 كحول إثيلي وإنتاج الطاقة الآن نقارن مدام عندي التنفس يقدر ينتجي طاقة والتخمر يقدر ينتجي طاقة في القبيناتهم نرى هذا الفرق دجاء التنفس نرى المعادلة نضعها بلدي وهذه هو الفرق هنا المعادلة كي نحفظ المعادلة نستطيع أن نضعها للفرق هنا التنفس ما قلنا؟ هنا في وجود الأكسيجين قدرناها زائد قوضة هنا قلنا في غياب الأكسجين هنا غياب الأكسجين هنا هدم كل لـ CO2 في التنفس وهنا هدم جزئي لـ CO2 لا يفهم ما لديها هدم كلي و ما لديها هدم جزئي عناية لا يوجد الأكسجين لا يمكننا نهد كامل غلوكوز نقول لدي مثلا غلوكوز و نقول لدي حبة سكر نمثله و بدي حبة سكر هذيك الحبة سكر ما يسترع لها؟ نقول لها تدي منها نصف و لا أربع في التخمر تدي منها غير الربع و الأخر يبقى ف هذي ما لديها هدم جزئي في التنافس لا الحبة على السكر كامل فهذا هو هدم كلي لغلوكوز كل حبة على السكر كاملة تتهدم لا تنتج لها طاقة كبيرة لا تنتج لها طاقة كبيرة هنا كي يدينا غير شوية غير بعمل حبة على السكر لا تنتج لها طاقة قليلة هنا في النتيجة اشتوقت لكم المعادلة فصفصناها في النتيجة هنا ينتج CO2 بخار الماء هنا ينتج CO2 ماشي مع بخار الماء معاكو حول الإيثيلي ثلاث هنا شفنا نقل المغذيات أم بعد يستفاد منها الجسم بالتنفس تخمر فقط هو شكل ثاني تقوم بها الخمال للحصول على الطاقة عن بعد عن بعد عندي التوازن الغذائي التوازن الغذائي هو أسهل درس دينا هو أسهل وحدة علىه يعطوني بزاف الوضعية الإدماجية ويعطوني كامل الوثائق اللازمة وأنا من تحليل الوثائق نقدر نجبد ونجاوب على كامل على أسئلة عندي هنا عواقب سلوكات الغذائية غير الصحية بينا باللي كي ناكل بزاف ولا ناكل قليل ولا ناكل غذاء يمشي متنوع ولا يكون الغذاء التاعي ناقص من الحديد ولا من الزنك ولا ناقص من الفيتامينات باللي سنتعرض بما يسمى بأمراض سوء التغذية هاي الأمراض سوء التغذية عندي بزاف حنا يدينا من بيناتهم السمنة السمنة شو الأعراض بتاحها الأكل غير المنتظم كل وقت ناكل تناول أطعمة المثنعة نروح ناكل الأطعمة اللي جاية من بره ماشي اللي ندروها في الدار قلة النوم النوم ضروري جداً النوم لازمنا ننومه ساعات كافية باش نريحوا الجهاز الهضمي تاعنا وباش نريحوا كامل جسم تاعنا باش يقدر يكيوبيغي كامل داخل نشاط اللي دارو في النهار سينو ما يقدرش في قدنا يسطوكينا في الدهون بعض الأدوية كان بعض الدوائي سبب السمنة كان الوراثة تانيك وكان عدم ممارسة الرياضة هاي الأعراض الأعراض اللي تسبب لي السمنة كيفاش أنا تكون عندي الوقاية تنظيم الأكل نظم الأطعمة المصنعة النوم الكافي تجنب الإدمان تنظيم على بعض الأدوية الزيارة المنتظمة للطبيب ومارسة الرياضة عندي السكري السكري راه باين السكري لديك الكثير صح كين الوراثي ولكن اللي متحلق بالغذاء هو أنه يأكل الكثير عدم التناول عدم التئام الجروح الأعراض يعني كين ينجرح الواحد ما يلتأمش الجروح تعوفه يقول لك مرض السكري ما لازمش ينجرح كثرة التبول العطش الدائم التعب المزمن الرؤية الضبابية الوخص في القدمين هذه هي الأعراض الوقاية مراقبة نسبة السكر في الدم التحكم المنتظم في الوزن الغذاء المتوازن الرياضة والنشاط البدني الابتعاد عن المشاكل عندي الآنيميا 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 نقص عنصر الحديد فكيفش نقوم منه ناكله وقلنا الماكلة اللي فيها بزف الحديد كما السبانغ وكما العدس وتانيك الكبد هذي كم من نعرفوها صح تانيك عندي أعراض وعندي الوقاية بشكل عام بشكل عام شاهي السلوكات الغذائية اللي تخليني نكون بصحة جيدة لازم لي ديجا الوجبة التاعي تحتوي على غلوسيدات بروتينات وليبيدات الغلوسيدات بنسبة 50% بروتينات من 12-15% ليبيدات من 30-35% لازم لي ممارسة الرياضة بانتظام عدم الاكتار من الأغذية التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر والدسم ونكترش ناكل بصحة ما نكترش تجنب الأطعمة السريعة شرب الماء بكميات كافية ونزيدو النوم الكافي نزيدوها هنا يا النوم الكافي ما نشكل بتقولك نزيدوه النوم الكافي وعندي تناول الوجبات الصحية تكون صحية كاملة متوازنة متنوعة معانتها ووجبات التاعي خصها تكون صحية معانتها سألت مادice ن mosque sand lights وبالتوز الزاب Pulsi نضيف زيته لنقل ن smash التي هدفها في فائدة نستبدأ فائدة صحية نضيف الاخير نضيف القطع ولا ن הכli وكاما ولا نحن بدأو ما نغل زيته ولا نسل تيب قطع ونقل زيته نستطيع أن نأكل بدائل غير صحية ولكن بالنسبة قليلة لا تستطيع أن تكون كاملة يعني فيها الليبيدات وفيها السكرية السكرية الصحية أو عبارة عن جلوسيدات وهي سكرية معقدة يكون عندي بروتينات كاملة تكون متوازنة كل حاجة بنسبة معينة بروتينات كاملة نضع بروتينات ونضع سلطة وشوية كربوهيدرات وشوية عرز لا يجب أن يكون التوزيع مليح وعندي متنوعة يعني يجب علي بروتينات حيواني بروتينات نباتي يجب علي بروتينات جلوسيدات من العجائن من الروز من الخضراء يعني يجب علي التنويع صح هنا عندي الراتب الغذائي الراتب الغذائي شفناه من السنة أولى والسنة ثانية متوسط هو كمية الأغذية التي يجب تناولها خلال 24 سنة لستحاجية الجسم عفوا فهنا الراتب الغذائي احنا قرناه قلنا بالراتب الغذائي هو اللي لازم يكون كامل متوازن متنوع هدوك اللي قرناها كامل في السنة أولى متوسط فدائما من يقول لكم شيء السلوكات اللي لازم نقوم بها هدية الشيء السلوكات اللي لازم نقوم بها هي العكس الأعراض هي الحاجة اللي تظهر لي على الشخص حدا مخصنا عارفوه في هات الوحدة وهكا نكونكم منا متلخيص تعناه نتمنى تكونوا استفتوا منه ونتلاقاهوه في تلخيصات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسناكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في ملخص جديد من ملخصات السنة الرابعة متوسطة قد نشوفوه الاتصال العصبي أول حاجة قد ندول أعضاء الحسية والمنبهات التاحة والحاسة الشعورية يعني كل عضو حسي عنده منبه خاص به وعنده حاسة شعورية خاصة به كون يقولون عليها المنبهات نوعية فنقولون لأنه كل عضو حسي منبه خاص به بها المنبهات تكون نوعية عندي العين المنبهة التاحة هو الضوء يعني بلا ضوء لا نقدرش نشوف الحاسة الشعورية تاحة العين الحاسة اللي يديرها مين انا يكون عندي الضوء؟ نشوف فهي الرؤية الأذن شاي المنبهتاءه؟ صوت يعني انا خصني نسمع شي حاجة شاي الحاسة الشعورية؟ السمع الأنف شاي المنبهتاءه؟ الرائحة يشم الأنف فالحاسة الشعورية تاعه؟ الشم الليسان شاهل منبه تاو الطعم يعني شو فحلو مر حامض فالطعم شاهل حاس الشعرية تاو الذوق الجلد عنده بزاف تعلمون بيهات يعني هو يتنبه بالحرارة كون نحط انا يدي على حاجة حامية يسرى تنبيه ليها كون نحط يدي على حاجة بردة يسرى تنبيه لي نحس بيها كون يتضغطوا لي على يدي نحس بهذاك الضغط كون يسرى لمس تنك على يدي نحس بيها فعندها ثلاثة ربعة ربعة المنبيهات والحاسة الشعورية هي اللمس صح عندي يوجد على مستوى الاعضاء الحسية مستقبلات حسية يعني على مستوى كل عضو مستقبل حسية هو لي حسني بهذه الحاسة الشعورية يعني المستقبلات الحسية الموجودة على الجلد قلنا كاين بزاف فمثلا اللي متعلقة بالبرودة هذك المستقبلات هي تحس بالبرد مستقبلات تحس بالضغط مستقبلات تحس باللمس فندي هنا مقطع في الجلد هيا لا عندي صحة البشرة الأدمة تحت الأدمة لمشي هذي اللي يتهمني تهمني هيا عندي مستقبل حسي هاولا مستقبل حسي عندي بزاف تعالي مستقبلات الحسية على مستوى الجلد عندي هنا يدرك نروح للجهاز العصبي الجهاز العصبي تكون من مراكز عصبية ومن أعصاب باش نقول بلي هذا جهاز عصبي لازم يكون عندي مراكز عصبية ولازم يكون عندي أعصاب المراكز العصبية عندي مر للمركز اللول الدماغ وعندي النخاع الشوكي يعني قلنا الدماغ هو المركز العصبي في الحركة الإرادية والنخاع الشوكي هو المركز العصبي في الحركة اللا إرادية وعندي أعصاب الأعصاب شوه الدورتحة تكون ناقلة للرسالة العصبية نحفظها الأعصاب الدورتحة ناقلة للرسالة العصبية عندي أعصاب دماغية اللي لاسقة في الدماغ اللي متعلقة بالدماغ وعندي أعصاب شوكية اللي متعلقة بالنخاع الشوكي سهلا مهلا نبدأ بالحاجة الأولى بالدماغ الدماغ من وش تكون؟ يتكوني من مخ مخيخ وبصلة سيسائية نرى هنا الرسم التخطيطي اللي لازم نحفظه المظهر الخارجي للدماغ عند الإنسان شوفوا هنا يقولنا عندي المخيخ هولا وعندي البصلة السيسائية وعندي المخ المخ هو اللي فيه الفصوص يعني كل فص وحده كل فص مقسم وحده هنا عندي الفص الجبهي هنا عندي الفص الجداري وهنا يا هذا الفص الصدغي يعني أنا نقول جبهة جدار صدخ جبهة جدار صدخ باش نحفظ جبهة جدار صدخ قافة القفوي هذا اللي جاي هنا يا جاي فوق المخيخ نقول الفص القفوي خلاص جبهة جدار صدخ قافة نحفظهم بهذا الترتيب فالجبهي الجداري الصدغي القفوي وعندي الشقوق الشقوق نعرف الفصل كيف ينحدثه كيف نستطيع أن نعرف أينها؟ هنا لدي هذا النصف الأيمن ونصف الأيصر هنا لدي شق رونالدو شق رونالدو جيح الفصل الجداري كيف نضع في راسي؟ لعب رونالدو لكي تتجلبيت لكي تتجلبيت الكرة لا تنصدم بالجدار بالجدار لكي تتجلبيت فنقول الفصل الجداري جيح ده رونالدو ديما ندير هكا باش نحفظ باش نقدر نوظف المعلومة ولا المعلومة نربطها بحاجة أخرى هكا باش تبقى لي في راسي فهنا يا شق رونالدو قلنا جيح ده الفصل الجداري شق رونالدو ها ولا هنا يا ومعندي شق قائم شق قائم سهل شوفوا الشق القائم ها ولا جاي قائم إنه جاي قائم فسموه فصل الشق القائم سهل ما نحفظه وهنا يا شق سيليفيوس جاي في حدا الفصل الصدغي وراه الفصل الصدغي ها ولا جاي هنا ها هنا يا شا عندي سيليفيوس هنا يا شا عندي حدا الجدار شق رونالدو جيني سهلة وهنا يا الشق القائم الشق القائم سهل يعمل في الحبيضة انبلغمنا هنا يا ملء الدماغ منروح دروك للنخاع الشوكي منشوف من tragedية التكون النخاع الشوكي عندي الحجة اللравствوها هنا يا شوفوا عندي جدار امامي وجدار خلفه ما مشو شو ش normale متque مmandرينها هنا ما في значirهTim هنا جدار أمامي جدار خلفي وهناي جدار أمامي جدار خلفي هذه الحاجة الأولى نشوفها من النوم هنا عقدة شوكية هنا عصب سيسائي هنا مادة بيضاء و هنا مادة رماديا مادة رماديا و هنا مادة بيضاء و هذه اللي في الوسط اسمه قاناة هذه الدوارة نعودهم و نحفظهم هنا جدار أمامي ره قدامي هذا جدار خلفي ره ملمورة فنقول جدار خلفي هنا عقدة شوكية جاء على شكل عقدة فنسمها عقدة شوكية من جاء في النخاع الشوكي سمناها عقدة شوكية هنا لداخل مادة رمادية هنا هذه الدوارة آنات و هنا عندي شق خلفي صحاب و عندي مادة بيضاء هذه اللي جاي هنا ثم مادة بيضاء فيها مادة رمادية هذا رسم تخطيطي لمقطع عرضي على مستوى النخاع الشوكي فنساعدوا نشوفوا دروك العصب شفنا المراكز العصبية و قلنا من وش تكون الجهاز العصبي من وش تكون من مراكز العصبية اللي هي الدماغ والنخاع الشوكي شفنا تركيبة تحم نشوفوا الأعصب يتكون من أعصب دماغية و شوكية نشوفوا بنيات الأعصب كيف شديرها هل ما عندي هنا؟ هناك حزمة ليفية ولا ضمية ليفية ها عندي حزم فالحزم الداخل كل حزمة عندي فيها الداخل و شا عندي فيها الياف عصبية هناك أعصبية ألياف عصبية وهنا عندي أوعية دموية وهنا ندعني شحيرة دموية ولا أقولوا أوعية دموية باش يتغضع لها الألياف العصبية خلاص هذا مكان سهل محل تبقوا نشوف انتقال الرسالة العصبية الرسالة العصبية ذات طبيعة كهربائية الجهاز اللي مكنني باش نقيس الرسالة العصبية ولا نشوف الرسالة العصبية هو راسم الاحتزاز المهبطي هذه المعلومات اللي نكونوا عارفين ومحافظينهم الرسالة العصبية ذات طبيعة كهربائية موجبا من البراز سلبا من الداخل هذه في حالة الراحة الشاهل حاجة اللي تخليني نقيس الرسالة العصبية هي راسم الاحتزاز المهبطي خلاص صح نروح نشوفه الآن في حالة الراحة وفي حالة العمل يعني في حالة تنبيه هنا يا في حالة راحة نقوله حالة استقطاع نجب نحفظ المصطلحات حالة استقطاع في فترة الراحة الكومون اللي يتسجلي هو ناقص سبعين كومون هنا عندي سفر فهنا ناقص سبعين فهذا هو كومون الراحة كومون الراحة ناقص سبعين يعني ما خصنيش نحفظ صوالح بزاف كومون الراحة ناقص سبعين هنا هيا لا أسلا يضعوني هذا المخطط وهنا يا شا عندي عندي موجب بره وسالب الداخل كيف نحفظ الفرق بين هنا هنا يتبدل كيف نحفظ باللي موجب من البره وسالب من الداخل كيف نقول كومون الراحة حالة الاستقطاب فهمنا PleCE نروح هو مرمو ما وهنا يقول زوال الاستقطاب ولا انعكاس الاستقطاب على الأشارات تبدأ تتبدل من قلنا له ر courainen ما Premier الهارات فهنا ينتبدل موجب ب,, و هذا زوال الداخل انعكاس الاستقطاب هذا اللي يدري لي كومون العامل هاولا يسمى كومون العامل كسبة حقا كومون العامل كومون العامل يخصني تنبيه فعال بالتنبيه الفعال عندي كومون عامل وعندي يتبدلي الإشارات تتبدلي وأنه لك تكون موجبا من البرة وسالب لما الداخل تتبدل هذا كومون العامل صح نبدأ هنا رسم تخطيطي لعصبون هادوا عندي خلايا هنا يا جسم خلاوي هاد الأجسام الخلاوية هاد التشابك هاد خ Prestige LinkedIn نحن تلك الأولوي ندخاه في الجهاز العصبي في الجهاز العصبي ندخاه هذا الأجسام الخلاوية نتلاقه عصاب نتلقه من الشابك نتلاقه في الجهاز العصبي هاش عندي هنا معدي هذا جسم خلاوي هاولا جسم خلاوي جسم خلاوي مرتبط بلايف عصبي ولا يسموه محور أسطواني تانيك لايف عصبي ولا محور أسطواني مع تلي شافيه تشجر نهائي ولا تفرع نهائي تانيك كيف كيف فهنا نشوف الجسم الخلاوي شافيه جاي كما الخلايا اللي شفناهم مقبل الخلايا الحيوانية فيه برك عبتة صغيرة متبدلة عندي ما البره هذا غشاء سيتو بلازمي عندي الداخل نواتس وهنا يا هذا السائل سيتو بلاز بصحة هنا عندي امتدادات سيتو بلازميه ولا يقولها تفرعات شجيريه تانيك كيف كيف امتدادات سيتو بلازميه ولا تفرعات شجيريه جاي كما التفرعات تح الشجرة كما نشوفها نسميها فهو تفرعات شجيريه ولا امتدادات سيتو بلازميه خلاص هنا يا لايف عصبي ولا محور أسطواني نحفظ كامل مصطلحات بش كي جيني فيك اشتمره ومنتخلطش فهذا رسم تخطيطيه لعصبون نشوفوا الآن المشبك المشبك شاوله هو بين عصبون بين عصبون وعصبون بين العصب واحد والعصب اثنين يجتمعوا بيناتهم يلتقوا بيناتهم عبر المشابك شوفوا هنا عندي هذا العصب واحد وعندي هذا العصب اثنين هنا يرهم يتلقاوا هذا التشجر النهائي شوف ها يتلقا هنا هاول المشبك اللوه هاول المشبك الزاود قعم مناطق الالتقاء هي المشبك مناطق الالتقاء بين عصبون وعصبون يتلقوا بيناتهم هاديك المنطقة يتلقوا بيناتهم ونقولها مشبك صح سهلا مهلا هادي ثانيك نشوفوا الآن ساحات المخ احنا شفنا باللي المخ مقصد سم الفصول وصرف فص الجداري بس صح كل الفص مسؤول على حاجة مسؤول على وظيفة فهنا يحتوي المخ على ساحات حسية وساحات حركية فيه الساحات الحسية المسؤولة عن الحاسة يعني نقوله السمع ولا الشم ولا وكي ساحات حركية كنا بغن حرك يديو لهذه ساحات حركية نشوف هنا الساحات عندي هنا يا باحة هنا يا باحة ولا ساحة كيف كيف هنا ساحة الاحساس هنا يا هادي ساحة الاحساس وينما احدها شق رونالدو عندي هنا يا ساحة الذوق هايلا عندي هنا ساحة الابصار هايلا عندي لا ساحة الابصار هايلا عفوا وعندي ساحة السمع هايلا وعندي ساحة الشم يعني كل فص فيه ساحة معينة مسؤولة لديك الوظيفة عندها انيتنا بغيت نشوف الرسالة العصبية وين تتكون من رسالة العصبية ؟ هنايا بساحة الإبصار نجدو نشوفو مسار الرسالة العصبية سنشوفها من تكون عندي حاسة شعورية من يكون عندي فعل إرادي من يكون عندي فعل لا إرادي نشوفو هنا whipping الحاسة الشعورية الذي ديناها هي الرؤية الرؤية بش تصره بالعضو الشهور أو من عضو المستقبل العين صح فهنا يقولي تنبيه فعال غادي نقول تنبيه فعال تنبيه فعال هنا يا شواله هو خاص بالعين نقولنا الزوء فهنا نقول الزوء هنا العين نقول مستقبل حسي نكتب بين قوسين مستقبل حسي العين مستقبل حسي هنا نكتب انتقال الرسالة العصبية الحسية باش تنتقل هنا تنتقل بالعصب البصري هو صح عصب حسي ولكن هنا بصري لاخدش راه متعلق بالعين فنقول عصب بصري كلمة متعلق بالأذن نقول عصب سمعي على حساب ما يكون متعلق نقول عصب تاع هذك العضو اللي راح عندي فهنا عندي عصب بصري وهنا عندي ساحة بصرية عادي نقدر نقول الدماغ ولكن هنا يراني نهضر على العين فالعين الساحة اللي مسؤولة على الرؤية في الدماغ هي الساحة البصرية فنقول الساحة البصرية خلاص وهنا تتحول تحولها الى السيلة مركز عصبي حسي تحليل السيلة العصبية وتحولها الى الحس الشعورية اللي هي الرؤية خلاص هنا فيما يخص العين كون نبدل ندير الأذن نروحوا نبدلها ندير هنا الأذن هنا وشو تنبيه الفعال اللي يقل يكون عندي نكتبها نكتب تنبيه فعال الشو تنبيه فعال اللي يكون عندي الصوت هنا الأذن هنا شو نكتب عصب سمعي هنا شو نكتب الساحة السمعية سهلة مهلا اي حاسة الشعور نقدر نحطها هنا نبدل فقط العضو والحاسة والعصب على حسابها شو عندي ساحة عندي سيالة عصبية مركزية سيالة عصبية حسية يعني كيه فوشيسرا هنا هنا في الساحة البصرية ساحة هنا عندي الهناية الساحة الشعورية اللي غادي تدخلي هي ساحة الإحساس العام يعني العضو التاعي اللي غادي نديها هنا هو الجلد و بشكل أدق رح ندي اليد اليد وين جاية؟ جاية من فوق للأجزاء السفلية والأجزاء العلوية جاية في الأجزاء السفلية وقلنا الأجزاء السفلية يدخل فيها النخاع الشوكي كناقل نحفظوها دائما الأجزاء السفلية النخاع الشوكي يدخل فيها كناقل فهنا التنبيه الفعال اللي غادي يكون عندي مثلا نقوله الحرارة يقولنا الجل يتنبه بالحرارة يتنبه بالبرودة يتنبه بالضغط بلنا نحن ندو التنبيه فعنده الحرارة ندوه هنا اليد هو العضو المستقبل وهنا عندي العصب حسي اللي متعلق هنا باليد فهنا عندي عصب حسي بصحم المراهة عندي الناقل اللي هو النخاع الشوكي عليه لأنه النخاع الشوكي قلنا يدخلي كناقل في الأعضاء السفلية من رقبة وهودو كام الأعضاء اللي تكون من رقبة وهودو النخاع الشوكي يدخلي كناقل فنزيد هنا يا ناقل عصبي هنا ينزيد هكا ناقل عصبي النخاع الشوكي وهنا نقول ساحة الإحساس العام هنا ساحة الإحساس العام نقدروا مثلا إذا قلنا اللمس قلوا ساحة اللمس المهم في المخ كل ساحة وعندها الوظيفة التاحة فهنا إذا درنا الحرارة إحساس هذا إحساس فقد نقول ساحة الإحساس العام إلا كان جلد إلا كان في اليد خلاص نشوف دور كل العضو عندي الحضو الحسي تتولد على المستقبلات الحسية قلنا كل عضو الحسي عنده مستقبلات حسية الرسالة العصبية الحسية العصب الحسي شو دورتها وينقل ينقل الرسالة العصبية الحسية من المستقبلات اللي موجودة هنا يعني العضو الحسي إلى الساحة الحسية الساحة الحسية اللي موجودة قناة في الدماغ الساحة الحسية شو دورتها وترجم فيها الرسالة العصبية الحسية صح في التمارين يعطوكم نقول لكم مثلا السيد هذا أصيب بالعمر نعطوني الفرضيات التي تحت تشخيص بدب شراء العصبيiczتي تفوت عضو حسي تنسى العصبي مش فرضيات يعني العظو الحسي لا يقوم بالسحي يعني لها العين تضررت العين اصيبت يعني لها العصب الحسي لا يقوم بالسحي يعني لها العصب الحسي اصيب يعني لها الحسي يجري في الدماغ واحد من هل ثلاثة سهلة مهنة نرى مرور سيارة العصبية كيف يرى مرور سيارة العصبية نقول شاه هو وين الحاجة اللي راهي مضرة وين راهي مصابة لانه هذا يلعب دور ناقل الى الناقل اصيب لا تنفيد الحسية لا تترجم لي الرؤية هذه الحاجة لا تترجم لي الرؤية الرسالة لا تترجم لي الرؤية ولا العضو الحسية اصلا لا تستقبل للتنبيه اللي هو الضو وبالتالي ما كاشر رسالة العصبية تتولد فنهضر بالدور نترجمي بالتمرني نهضر بالدور نقول لم تتولد الى قالوا لي العين اصيبت علىها لان رسالة العصبية لم تتولد على المستقبلات الحسية هنا يا الخاصة بالعين لان العين مصابة لان مستقبلات حسياتها مصابة خلاص؟ حذرواك وين نروحون يجبونه نرى الحركة الإيرادية لأعضاء الفاعله في الحركة الإيرادية عندي عضو حسي اللي هو اللي يستقبل وعندي عصب حسي اللي هو ينقلي الرسالة العصبية الحسية عندي مركز عصبي اللي هو الدماغ اللي فيه ترجم الرسالة العصبية وعندي هنا عصب حركي لأنه هنا تتبدلي تتحول الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة عصبية حركية فلازم لها عصب حركي تانيك العصب حركي شو دوره نقل كامل الأعصاب الدور تحا نقل الرسالة العصبية بصح هنا ينقل الرسالة العصبية الحركية لأنها هنا تحولت هم بعدها عندي العضو المنفذ لي هو العضالة وعندي يناقل عصبي قلت لكم باللي أنه خاع الشوكي يلعب دور الناقل العصبي في الحاسة الشعورية وفي الحركة الإرادية عندي شرط نقل السيالة العصبية في حالة وجود العضو المنفذ في الجزء السفلي تيكون عندي العضو المنفذ في الجزء السفلي ولا من رقبة وهوته نقولوا يا الجزء السفلي نقولوا تحت الرقبة من رقبة وهوت معنتها النخاع الشوكي غادي يلعب لدور النقل نقل الرسالة علىه لتلكم هنا يا هذا الرسم التقطيطي باش نشوف عندي هنا يد دماغ النخاع الشوكي ورا شفتوا بالرسالة العصبية من الدماغ باش تفوت هنا مثلا اليد هنا انا جيت با نكتب الدماغ هنا در دورتاعه لمركز العصبية وفي الحركة الإرادية قلنا صح با تفوت لرسالة العصبية باها تفوت تفوت عبر النقل النخاع الشوكي اللي هو ناقل عصابي هم بعده باش نقدر نكتب فالدورتاعه فقط ناقل بسحشيلة ايه هنا يا برك ايه هنا غير هدو اللي جايين تحت هنا يا كامل مين تكون عندي رؤية ولا مين تكون عندي شم ولا سمع راهم الفوق راهم في الراس فكامل اللي يكونوا في الراس من نخاع الشوكي ما يلعب ليش دور النقل خاطش غير هنا تترجم رسالة غير هنا مبعدا نشوف تترجم رسالة غير هنا مبعدا نسمع تترجم رسالة غير هنا مبعدا نذوق فرهيغي في الراس اللي يكونوا في الراس نخاء الشوكي ما يعملش عمل نقل الرسالة من يكونوا منا كامل التحت يلعب لي دور ناقل فهمناها نتمنى تكونوا فهمتوها نروح نشوفوا مخطط السيلة العصبية في الحركة الإيرادية شي لا دون تنبيه خارجي ما عنديش تنبيه خارجي وش يصرحناه كيفاش تنتقل لرسالة العصبية اللولا عندي المركز العصبي التاني ما عنديش تنبيه ما عنديش حضو مستقبل فهنا نبدأ مباشرة بالمركز العصبي عندي المركز العصبي هنا ما عندي كما هكذا قررت به نكتب الدرس التاعي صح قررت به نكتب ما نستعمل اليد اللي يتبع المصار يجيكون سهلة باش تحفظوا المخططات و باش تديروا المخططات فأنا يبقى نكتب معانتها مخ يدي سيدة به نكتب معانتها سنبدأ من المخ من المركز العصبي اللي هو المخ هنا تولد رسالة العصبية حركي ينتقل على هراني في يدي حاجة تحت هذه الأجزاء السفلية معانتها عندي ناقل ناقل العصبي اللي هو النخاع الشوكي قلت لكم ما يجي بعده هو يجي يقبل العصب الحركي فقط لتصحح هو يقبل العصب الحركي فهنا عندي ناقل عصبي عندي النخاع الشوكي ام بعده عندي ناقل وخد اخر عندي هو العصب الحركي هنا ناقل حركي عندي عصب حركي تفوت هنا يا كامل تفوت رسالة العصبية تفوت 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 بعده توصل العضو المنفذ اللي هو شهو اليد التاعي بنكتب ها كثرة الحركة صح روحوا نشوفوا مخطط السيالة العصبية بتنبيه خارجي هنيا كيف كيف قلنا من تكون الاجزاء السفلية التحت عندي الناقل العصبي اللي هو النخاع الشوكي ممن تكون الفوق ما عنديش النخاع الشوكي عني نأكدلكم مع المعلومة هنيا مخطط السيالة العصبية بتنبيه خارجي هنيا مشي انا الروحي قررت به نكتب لا امرني الاستاذ به نكتب الامر هذا تنبيه خارجي ولا مشي تنبيه خارجي انا كي امرني الاستاذ اكتبت فهنيا نبدو منا عندي عظو مستقبل نخدش على سمعت هنا سمعت الاستاذ قال لي كتبي فهنيا الاذن داخلة فهي العظو المستقبل فهنيا عندي عظو مستقبل تنبيه فعلا نقول عظو حسي نقدر ندير الاذن معليش ندير عظو حسي هنيا تتوليد رسالة العصبية من بعد تنتقل تنتقل هنا ناقل هنا العصب الحسي هاولا نقل رسالة العصبية هاي الحسية هنيا مدلها حسية داخل تترجل المركز العصبي إهت تتحول لي و تولي لي حركية who is dressed انبعد تنتقل تطبيق تفوت على النخائي الشوكي اليد رهي تحت في فتفوت علي النخائي الشوكي اما بعد تترجل المركز العصبي في المركز العصبي حسية ego معالجة رسالة العصبية حسية الى حركية بعد تتادق bolts فهنيا حسية حرقية هناك رسالة العصبية حسية وهناك قيessى حكية أنا يعني مأكدت لكم بلي في حالة الأعضاء السفلية في حالتي لما كان عندي حاجة الفوق ما ندخلش النخاع الشوكي هنا عندي ناقل العصب الحركي دي تفوت ريس العصبي دي تفوت حتى توصل العضو المنفذ اللي هو العضلة هنا في هذه الحالة اللي هي اليد ونكتب قلنا نتبه المسار الجيني سهل المخطط الأعصاب دور تحا ناقل من تكون عندي من يقولولي دير لي رسالة عصبية حسية ندير هذه فقط من يقولولي رسالة عصبية حركية ندير هذه فقط هذه الجهة فقط خلاص نجو نشوفوا الآن الحركة اللا إرادية الحركة اللا إرادية نديرها أنا لتجنب الأخطار الخارجية يقدر يقول لكم ما فائدة الحركة اللا إرادية لتجنب الأخطار أنا يا مين أنتو شي شي حاجة حامية نقل عدي بالخوف معنتها الجسم التاعي حماني من أنه نحترق نشوفوا الأعضاء الفاعلة عندي عظم كيف 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 مع الحركة الإرادية فقط هنا المركز العصبي سيبدي لي سيولي لي النخاع الشوكي فهناك هنا الفرق في الحاسة الشعورية وفي الفعل الإرادي النخاع الشوكي شاكان كناقل كناقل الرسالة العصبية فقط ولكن هنا في الحركة اللائرادية هو المركز العصبي على مستوى تتم معالجة الرسالة العصبية فقلنا كيف كيف عندي عظم مستقبل عصب حسين بعد المركز العصبي بعد تزيد رسالة تفوت عصب حركي ثم هنا من يكون عندي المركز العصبي قبله عندي عصب حسي وبعده عصب حركي خلاص ماذا عندي عظم منفذ هنا عظم مستقبل عظم منفذ اللي هو العذار نروح نشوفوا القوس الإنعكاسية التالي عندي هنايا تنبيه فعال هاولا تنبيه فعال عندي هنايا العضو المستقبل اللي هو عضو حسي توليد الرسالة العصبية في حالة الحرق حطيت يدية أنا يا شادرت حطيت يدية تحركت هذا الحرق هذا هو تنبيه الفعال تحركت كت تحركت ولدت رسالة عصبية على مستوى اليد اليد فيها مستقبل يد حسية فهي العضو حسي أم بعدها تنبيه رسالة العصبية تكون رسالة عصبية حسية كت تولد رسالة عصبية فالعضو الحسي تكون حسية سهلة يعني فالعضو الحسي تكون حسية فهنا العصب تعيشة يكون حسي منك أحد الجهة تكون حسية منك هذا الجهة تكون حركية نقل رسالة العصبية الحسية ونقل على الحسية ثم نطلب المركز العصبي النقاة الشوكي ومعالفة رسالة العصبية ثم نقل عصب حركي نقل عصب حركية وقلنا منا حركية ثم نتيح العضو المنفذ نسحب يدي الآن نرى اختلالات الاتصال العصبي الاتصال العصبي اختل بفعل مواد كثيرة من بيناتها المخدرات الكحول ومواد أخرى أخبرنا يمشال المخدرات عند أكسيد الكربون أكسيد الكربون موجود في الطبخ يقلي من إمداد المخب للأكسيجين الأكسيجين ما يبدأش يوصل المخب زعف وقلنا الأكسيجين ضروري ونيكوتين يؤثر على الخلايا العصبية والجهاز العصبي المركزي يؤثر على الخلايا العصبية فهنا يتسمى الجهاز العصبي وتعمل ليش يخدم غاية يؤثر على الذاكرة تدني نشاط الفكري والقدرة على التعلم عندي الكحول الكحول يؤثر على الجهاز العصبي يتحول الكحول في العضوية إلى مواد خطيرة تهاجم الخلايا العصبية معندها الكحول يقضير الخلايا العصبية والمشابك التي تربط بينها تمارسة العصبية لا تشتفو تمليح مما يسبب تأخر في الاستجابات الحركية فقدان القدرة على التحكم في الذات وإصدرابات نفسية عندي بزاف السوالح لأثروا لي على الجهاز العصبي من بناتهم المنبهات المسكينات الحشيش الكوكايين هات السوالح سيعطوهم لكم في الوضعية الإدماجية والوضعية الإدماجية سيعطوكم وثائق سيعطوكم أعراض سيساعدكم بزاف لا تحفظوك من هات السوالح فهما سيساعدكم يقول لكم سرقة في النخاء الشوكي كان يسوق في السيارة والاستجابة كانت بطيئة يقول لكم عليها الاستجابة بطيئة بينها لأنه قلنا تأثروا على الخلايا العصبية هات السوالح لأخذكم برك تحطوهم في بالكم وعندي القواعد الصحية الحفاظ على الجهاز العصبي يقدر يدروا لكم آخر سؤال في الوضعية الإدماجية فعندي ممارسة الرياضة تجنب المواد السامة كالمخدرات التبخ وعندي التقليل من المنبهات كالقهوة والشاي فبالا وهكا نكونكم من الملخصتنا نتمنى تكونوا استفدتم منه نتلقى في ملخصات اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي في ملخص جديد من ملخصات السنة الرابعة متوسط بمادة العلوم الطبيعية سوف نرى في هذا الفيديو كل ما يخص نظام المناعي سوف نفسفسه سوف نفسفسه الذات و لا ذات سوف نفسفسه الاختلالات المناعية سوف نخرجوا من هذا الفيديو فهمون النظام المناعي نبدأ بسم الله عندي الجهاز المناعي الجهاز المناعي يتكون من ثلاث خطوط دفاعية لأننا عرفوا الخطوط الدفاعية كل واحدة شفتها مش متخلطوش عندي الخط الدفاعي الأول هو عبارة عن الحواجز الطبيعية الخط الدفاعي الثاني هو اللي فيه المناعة اللانوعية ولنقوله التفاعل الالتهابي ولنقوله البلعامة كامل هذه المصطلحات مستعملوه من الخط الدفاعي الثاني وعندي الخط الدفاعي الثالث اللي هو عبارة عن المناعة النوعية يعني الخط الدفاعي الثاني فيه مناعة لانوعية والخط الدفاعي الثالث فيه مناعة نوعية المناعة النوعية وش فيها؟ فيها استجابة خلطية بواسطة الخلايا LB وفيها استجابة خلوية بواسطة الخلايا LC خلاص شفنا كامل المخطط كيفاش يكون دو كان نبدأ بسم الله بالوحدة ونبدأ الخط الدفاعي الأول عندي فيه الحواجز الطبيعية الحواجز الطبيعية تنقسمني الحواجز ميكانيكية وحواجز كيميائية شا هو الفرق؟ الحواجز الميكانيكية الأعضاء بحد ذاتها الحواجز الكيميائية لا الأعضاء تفرز لي كشمواد يعني الإفرازات نشوفوا هنا الحواجز الميكانيكية عندي الجلد عندي الجفون عندي أهداب الأنف عندي القصابات الهوائية حواجز كيميائية كما نشوفوا مخاطية الأنف شكون اللي يفرز لي مخاطية الأنف؟ الأنف شكون اللي يفرز لي الدموع العين وهكذا ثم عندي هنا إفرازات عندي العصارات الهاضمة عندي البول العرق والإفرازات التناسولية صحة في الحواجز الكيميائية هذه المواد فيها الإفرازات هذه فيها مواد تقضيلي على الجسم الغريب على بها نقوله نقول نشيل فيدتها نقوله تقضي الإفرازات على الأجسام الغريبة فالإفرازات تقضينا على الأجسام الغريبة أما الحواجز الميكانيكية منع الأجسام الغريبة من الدخول إلى الوسط الداخلي ندو مثال أهداب الأنف هذه الشعيرات اللي كانت في الأنف هذه تمنع الجسم الغريب من الدخول تجينيه ما تخليه شي يدخل فالحواجز الميكانيكية تمنع الأجسام الغريبة من الدخول إلى وسط الداخلي والإفراز التقضيلي على الأجسام الغريبة كملنا من الخط الدفاعي الأول الخط الدفاعي الأول هذا ما فيه حواجز ميكانيكية حواجز كيميائية هو عبارة عن الحواجز الطبيعية الحواجز الطبيعية تنقسم لحواجز ميكانيكية حواجز كيميائية الآن نروح نشوف الخط الدفاعي الثاني الخط الدفاع الثاني قلنا او المناعة اللانوعية ولا التفاعل الالتهابي ولا ظاهرة البلعامة كيف تفاعل الالتهابي وظاهرة البلعامة في نفس الوقت دوكم شوفوا هذا المخطط عندي هنا شوكة دخلت شوكة دخلت وش يصرى هناك تدخل الشوكة يصرى بما يسمى التفاعل الالتهابي شو هو التفاعل الالتهابي التفاعل الالتهابي عنده اعراض شوفوا هناك انتفاخ هناك الاوعية الدموية انتفخت لي هنا إنسلال يعني خرجت خرجت هنا وش خرج البلعاميات ولا الكوريات الدموية البيضاء كيف كيف هنا عندي بزافت على الكوريات الحمراء هنا عندي مستقبلات حسية وهنا عندي بلازما ليفعصابي هنا هاي للبكتيريا فهذه الأعراض كاملة أعراض تفاعل التهابي بس حم بعدها مور الأعراض التفاعل الانتهابي وش يصرى لي تصرى ظاهرة البلعاميين هنا كي تخرج هنا البلعاميات ولا الكوريات الدموية البيضاء نفس الشي نقولوا كوريات الدموية البيضاء ولا البلعاميات لقد نعرف المصطلحات فهنا يكي تخرج لي هنا وش يصرى؟ يصرى ظاهرة البلعامة سمى هذه كامل أعراض أم بعدها تصرى ظاهرة البلعامة فهمناها؟ خلاص نشوفوا هنا تفسير الأعراض كي تدخل الشوكة يصرى إحمرار في هذه المنطقة عليه يصرى إحمرار شوفوا هنا يقولنا بزافت على الكوريات الدموية الحمراء زيادة تدفق الدم في هذه المنطقة الآلم عليها عندي آلم الضغط على النهايات الحسية هذا كالضغط على النهايات الحسية سبب لي آلم عندي الحرارة الحرارة عليه نشاط الخلايا البيضاء ولا نشاط البلعاميات قلنا كيف كيف عندي الانتفاخ الانتفاخ عليه هايا له هنا تتوسع الأوعية الدموية باش تخرج لي البلعاميات ولا الكوريات الدم البيضاء عندي القيح القيح هو الشسرى هنا كتصرى لظاهرة البلعامة وتكمل فضالات هذيك الفضالات كيفش يخرجها الجسم يخرجها على شكل قيح الفضالات الناتجة عن هضم الاجسام الغريبة سحا نشوف الآن ظاهرة البلعامة ظاهرة البلعامة عندي فيها مراحل شوفوا هنا عندي بكتيريا دخلت هنا يعني سمينها لنوعية لأنه اي بكتيريا تروح تقضي عليها الباليعت يعني ما كاش النوعية هنا عندي التساق ولا تثبيت يتثبت لي الجسم الغريب بعد الابتلاع ولا تتحاط لي شوفوا هنايا صنعت لي بما يسمى بالأرجل الكاذبة تحيطوا هنايا هنا ظاهرة الهضم أو مرحلة الهضم هنا عندي حويصل الاقتناص وهنايا كما نشوفوا فيها انزيم الليزوزيم تقضي عليه وهنايا الطرح الفضالات نروح نشوفوا مراحل البلعامة بالتفصيل عندي اللولا مرحلة التثبيت يتيم تثبيت البكتيريا للباليعت تثبيت البكتيريا للباليعت ولا الكوريات الدموية البيضاء نعود لكم في المصطلحات هكا باشتقالكم في ريسانكم عندي مرحلة الإحاطة يتم إحاطة البكتيريا بالأرجل الكاذبة كما شوفناها في المخطط من بعد عندي مرحلة الهضم يتم تشكيل حويصل الاقتناص حويصل يعني تديروه في دوارة وهضم البكتيريا كيف تهضمها بواسط انزيم الليزوزيم عندها انزيم الليزوزيم يهضم لها هذا البكتيريا ومن بعد عندي مرحلة طرح الفضلات يتم طرح الفضلات الناتجة عن الهضم فهمنا الآن عندي التفاعل الالتهاب يصرى فيها أعراض من المرادك الأعراض مع التليقة أو الشصرة تصرى ظاهرة البلعامة خلاص هذا هو الخط الدفاعي الثاني الآن نروح للخط الدفاعي الثالث الخط الدفاعي الثالث هو اللي فيها النوعية عندي المناعة النوعية يكون شوفوا علش عندي فيه لولا الاستجابة الخلطية قلنا عندي استجابة خلطية استجابة خلوية الاستجابة الخلطية هي الاستجابة التي تحدث بتدخل الخلايا آلبي تتميز بأنها نوعية مكتسبة خلطية نشوفوا علىها نوعية وعنها مكتسبة وعلىها خلطية نشوفوا واحد المخطط معايا عندي هنا استجابة ابتدائية شوفوا دخل مولد الضد ولا الجسم الغارب كيف كيف مولد الضد تتخل كيدخل وشيصره هايالا تشكيله من خلايا البي تتعرف فعليه الالبي هذي مرحلة التعرف كيتعرف فعليه تضاعف لتكوين سلاسل ولا نقوله تكاثر هايالا تكاثرت الخلايا البي كيتتكاثر بعدها تتميز تميز الخلايا البي ذاكرة وتتميز الخلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة هذي استجابة ابتدائية صحي هذا الأجسام المضادة تروح تقديري للمولد الضد اللي يدخل صح هذي الاستجابة قلنا الابتدائية في الاستجابة الثانوية وشيصره تقولها ها هذا مولد الضد تخلي مقبل انا اني عرفته خلايا الذاكرة هذي تعرفوا فشتروح تدير مباشرة تتميز سمهنايا غدين نربحوا الوقت فبالخوف تسره بالخوف تاني قلنا تتميز الخلايا بلازمية هايالا أجسام مضادة مفرزة عفوا خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة شوفوا هنا مراحل الاستجابة الخلطية نتعرفوا المراحل عندي يقول نالولا مرحلة التعرف تتعرف المستقبلات البي على محدد المستضد وتشكل تكامل بنيوي معه لقي يكون عندي تكامل بنيوي شفتوا على اسم منها مناعة نوعية لقي يكون عندي تكامل بنيوي عندي مرحلة التكاثر والتمايز ومع ذلك تتكاثر والتمايز تتكاثر الخلايا البي إلى البي منتجة للأجسام المضادة والبي ذاكرة هنا نقدر نفصلهم نقدر نقول مرحلة التكاثر وبعدها مرحلة التمايز نقدر نديرهم هكافي رحبا مرحلة التكاثر والتمايز هم بعدها عندي مرحلة القضاء على الجسم الغريب كيفش يتسرى هذه كيفش يتسرى القضاء على الجسم الغريب يتشكل المعقد المناعي ويبطل مفعول الجسم الغريب وش معانتها معانتها المستقبلات على الخلايا البي تلسق لي مع الفيروس اللي يدخل ويشكل لي تكامل بنيوي ولا معقد مناعي هذا التكامل بنيوي يسمى بالمعقد المناعي لقنا نحفظه المصطلحات فكي تسرى هذا المعقد المناعي إخلاص يبطل مفعول الجسم الغريب الجسم الغريب ما يبدأ عنده مفعول على الجسم التعنى بعدها وش يسرى؟ ثم تتدخل البالعات الكبيرة نفسها ظاهرة البلعامة تتعاود هنا وتهضمه هذه البالعات تهضم لي هذا المعقد المناعي لكي تخرجوا لي من الجسم الآن نذهب إلى التماس الأول والتماس الثاني ما هو الفرق؟ التماس الأول اللي هو استجابة ابتدائية وش يسرى فيه إنتاج قليل للأجسام المضادة لكي تصرى تعرف وتكاثر فهذه العملية بطيئة فبالتالي إنتاج قليل للأجسام المضادة واستجابة بطيئة هذا الخصائص تحت الاستجابة الابتدائية يقدروا يعطونها في المواضع التماس الثاني أو بما تسمى بالاستجابة الثانوية عندي إنتاج غاز زير للأجسام المضادة علىها لكي تحتاج الاستجابة سريعة بالخفط تتحرف لي بالخفط تنتج لي في الأجسام المضادة نشوف الآن خصائص الاستجابة الخلطية اللي هدرنا عليها قلنا نوعية خلطية مكتسبة نشوفوها لها نوعية أخشي قدروا يطرح لكم السؤال يقول لكم على هاد الاستجابة نوعية فنقولوا لي كل محدد مستضد جسم مضاد خاص به يكمله بنيويا قلنا اللي قل يكون عندي تكامل بنيوي بين الجسم الغريب اللي يدخل ولا محدد المستضد وبين الجسم المضاد اللي قل يكون تكامل بنيوي عندي خلطية لأنها تفرز وتنقل في الأمصال أنا يامين ننجي ننقل المصل التاعي الوخداخر تقدر تمر هاد الأجسام المضادة على هالخش راهيكينا في المصل وهذا اللي تخليني نقول الثالثة مكتسبة لأنها قابلة للنقل عبر الأمصال من يعطوكم تجارب من يعطونا تجارب على الفئران ودرنا المصل هذا نقلناه فيه أجسام مضادة هذا الفئر واشترالو ما ماتش علاه لأنه اكتسب مناعه فهنا يا غادي نقولوا الأناتوكسين تكزوزي برك بغيت نوريلكم هنا بالأناتوكسين تكزوزي هو توكسين معالج مخباريا غير ممرض يحفز على الاستجابة المناعية ما عندها كي يحقنوا أناتوكسين تكزوزي في الفئر فهو يكسب مناعه يعني يخليه يفرز للأجسام المضادة يحفز للإستجابة المناعية ولكن مش ممرض يعني ما غادش يقتله فكتسبوا الأناتوكسين تكزوزي يعرفوا باللي راهم بغيين يحفزوا الاستجابة المناعية راهم بغيين الخلايا البيتة تنتج لأجسام مضادة خلاص كملنا من الاستجابة على هذه الخلطية نروحوا للاستجابة الخلوية استجابة الخلوية عندي نفس المراحل عندي كل شي كيف كيف فقط هنا يطرح الخلايا التي تهاجمني الخلايا على بها سمها خلوية نشوفوا هنا فيروس في الأولى البكتيريا يعني في الخلايا البي يعني يسرى يسرى التدخل على الخلايا على البكتيريا و هنا يسرى على الفيروسات فهنا يدخل لي فيروس هنا عندي إصابة الخلايا هيا خلية مصابة هيا هنا خلية مصابة تجي الخلايا التي تتعرف عليه و بعدها تاني كوش يصرى لها تتكاثر هيا خلايا التي سامة وتتميز لي عندي خلايا التي سامة و خلايا التي ذات ذاكرة هم بعدها وش يصرى هنا يا هيا خلية مصابة تسقط لي في الخلايا التي سي ولا الخلايا السامة عن طريق هنا يا مادة كيميائية حالة تبدأ تدير فيها هاد المواد الكيميائية تصرى لي هنا يا ثقوب تصرى الصدمة الحلولية تتفجر هاد الخلايا نروح ونشوفوها مراحل الاستجابة الخلوية عندي مرحلة التعرف تتعرف الخلايا التي على محدد مولد المستضد و بعدها مرحلة التكاثر والتاميز تتعرفوا هنا يا كيف كيف مع الاستجابة الخلطية تتكاثر وتتمايز الخلايا التي الى التي سي ولا التي سامة وخلايا التي ذاكرة مرحلة القاضاء على الخلية المصابة وش يصرى تشكل مستقبلات التي سي تشكل مستقبلات التي سي تكامل بنياوي دايما اللي يكونك عندي تكامل بنياوي مع محدد مولد المستضد وتفرز في الخلية المصابة موات كيميائية تشكل ثقوب محدثة صدمة حلولية وش ما عند صدمة حلولية يعني تنفاجر تقعد تعمر فيها تعمر فيها تعمر فيها تعمر فيها بالسوائل ونقعد نعمره فيه بالسوائل يترتق فهنا يا كيف كيف تترتق هذه الخلية المصابة نشوفوا خصائص الاستجابة المناعية الخلوية عندي قلنا نوعية نوعية لكل محدد مستضد مستقبلات خاصة في الخلايا لتعرف عليه والقضاء على الخلايا المصابة عندي خلوية على خلوية تدخل الخلايا LTC للقضاء على الخلية المصابة يعني خلية تقضي على خلية لا بيسمونها خلوية ماشي كما الخلطية الا الأجسام المضادة تفرز في الأخلاط عندي مكتسبة هنا مشي عن طريق الأمصال متغلطوش هنا مشي عن طريق الأمصال الأمصال فيما يخص الأجسام المضادة هذه في الخلايا LB في الخلايا LTC عن طريق حقا الخلايا LTC يعني نجيبو الخلايا LTC هذه ونحقنوها إلا جبنا الأمصال ما غادش يأثر لأن الخلايا هنا هي اللي ستطروح تقضي لي على الخلية المصابة هنا هي كيف كيف عندي التماس الأول والثاني نفس الشيء مع الخلايا LTC عندها التماس الأول عندي استجابة بطئة و افراس قليل هنا عندي استجابة بطيئة والتماس الثاني عندي استجابة سريعة هنا فقط بقيتم نقول لكم المصطلح هنا عندي نقولوا اكتسب الفأر مناعة اكتبه تشرحه كاش تجربة ولا فنستعملوا المصطلحات العلمية ونقولوا يعني الفأر لماذا لم يموت مثلا نقولوا لأنه اكتسب مناعة هكذا نجاوب نكملوا مع الذات ولا ذات الذات ولا ذات اللي اجيكم كامل صعيبة ده كنشوفوها سهلة مهلا كينا حاجة برك نطالبكم بيها نشوفو الزمر الدموي الزت المتحدد بنظام أ ب أو يعني عندي ي الزمرة Tools mówi z ماذا يحددون من نظام الريزيوس الآن نشوف كيفية تحديد الزمر شوفوا كيفية تحديد الزمر شوفوا كم الهضرة على الذات والذات خصني أنا هذا الجدول يجب أن تحفظوه لا نحاول نفهم إذا حفظتوه فهمتوا الذات والذات ويجب أن تحفظوه هنا أنا شخصي نفهم تحفظوه ما يوجد أجسام المضادة شوفيها على المستضدات سهلة أعليه المستضد أعليه المستضد أعليه المستضد أعليه المستضد أ و ب لا يوجد مستضادة في الأجسام المضادة أ و ب أ و ب لا يوجد محكوسين أ و ب و ب و أ محكوسين هناك مضاد أ و أخته ب ب لا يوجد محكوسين مع أ و ب محكوسين و هناك مضاد ب سهل مهل في الحفظه نرى كيف نحدد الزمرة من هذه السمرة؟ نرى كيف نحدد الزمرة و نرى كيف ننقل الدم صحا عندي كيف نحدد الزمرة؟ عم مستضادة أ و ب لا لا يوجد أم إليها أنتة أ يلسق معها يصرع تراس يصرع تراس نحن 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 الـ إلى المستضاد B أو A نريد اضع تاراس أو انге أمل أن تأني تاراس يعني عكسوا يعني ست میراس يعني يتلسقوا مع بعض يتلسقوا هنا معانتها الزمر اللي عندي شيلة هذي بي تانيك الاب يعطوني عنتي ابي بيش يتأكدوا برك يعطوني عنتي ابي مستضد بي او ا معانتها الاب هنا شوفوا هنا هاولا هاولا الجدول تحت الزمر شا عندي هنا عندي الو ما يصراش تاراس لمعالا لمعالبي لمعالاب علىه لكن روح نشوف لخاطش هنا على الغشاء ما عندوش مستضدات كما عندوش مستضدات ما غاديش يصرالي ارتصاص على بيها هنا مرصراليش ارتصاص نشوفوا الاحنا وش قلنا الاحنا وش عطاولها الانتي ا سرى تاراس الانتي ابي هاولا قلنا لخطش على الاخشية ما عندوش هنا عندها الامة وهنا يلعى الاخشية تحى هنا عندها الامة وهنا عندي الامة لا يلسق لي مع الامة يعطوني اونتي ابي وهنا اونتي بي لا يصراش تاراس ما عندوش هاولا لخطش على الغشاء تحى كيين ا هنا يلعى البي على الغشاء التحى ما عند انها مرعى تتراسل لها تتراسل مع البي وغادي تتراسل مع الآبي لا تتراسل مع الامة لخطش عندي بي هنا فيصرى تاراس الامة ما عندها تتراسل مع و هناك الزمرة الدموية دماء الزمرة الدموية الآن نمرو نقل الدم نقل الدم باش نحدو نحدو بهادو بالأجسام المضادة اللي كينا هنا وبالمستضدات نحدو بهادو ديش ما وش ندير أنا الآن نشوف آ أسكو يعطي للآ كيفش ندير باش نعرف آ يعطي للآ ولا ما يعطي لوش الحاجة اللولى أنا يليق لي من نبغي نعطي من الآ تبغي تعطي للآ للآ اللي يو بغي يعطي نهملو هنا يا المضاد ب نهملو الأجسام المضادة أو النهملو الى اللي يو بغي نشوفون لواقير المستضدات جدا صح عندي الأ با يعطي للي للآ با يعطي اللي جدا شيف فيها الأ ما فيها المضاد بي المضاد بي يلسق لي مع الأ ما يلسق ليش، معنتها التي يعطي الآ يلم دللآ نمد للأ صح نروح وزيدوا باش نزيدوا نفهمه الآ للبي نحن قوش قلنا ليمد نهملولو أجسام المضادة معانتها نهملو هاد المضاد بي الآ وش فيه فيه المستضد آ نشوفو هنا الجسم المضاد شكاين عندي مضاد آ معانتها عندي جسم مضاد آ معانتها هاد الآ مع هاد الانتي آ يسقود يحدث لي تاراس ولا ما يحدث ليش تاراس يحدث لي تاراس معانتها الآ تعطيني للبي ما تعطينيش للبي نزيدوا نشوفو الآ مع الآ ب نحن وش قلنا الآ نهملو الجسم المضاد التاحة صح الآ للآ ب الآ ب فيها أجسام مضادة هنا تلسقلي هنا مع المستضد آ ما فيهاش معانتها الآ يعطي للآ ب نزيدوا نشوفو مع الآ الآ هنا قلنا نهملو هنا الأجسام المضادة الآ مع الآ الآ هنا يمدي للآ نشوفو هنا وش عندي عندي مستضد آ بالصحة نفي الجسم المضادة وش عندي عندي مضاد آ ومضاد ب معانتها هذا المستضد آ مع المضاد آ يسقوا مع بعضيتهم بعض يحدث تاراس هل الآ يعطي للآ ما يعطيش للآ نشوفو بالشكل العكسي نشوف أنا الآ اللي تعطيني للآ نشوفكم لا فهمتوا الآ لتعطيني للآ شين ندير الحاجة اللوية اللي نديرها نهمل الأجسام المضادة على الآ نهملها ونشوف هنا الآ اللي تعطيني يقن للآ هنا الآ الآ لا ندها começo ما GotB معنتها أ يحدث تراس مع أ معنتها編 معنتها الأو يعطيني للأ نبدو شيء ما في اخرى نشوفه uh b لا يعطيني للب أريد شوفكم لا فاهمتم هنا ها bak نهم الي Device stylist хорош انهم الي pus succeed الابي بتعطيني للبي الابي بتعطيني للبي نحن نلقون الأجسام المضادة تح ندخلوها هنا ما عندها هي؟ عندها مستضدات ب والا وهنا يا وش عندي؟ مضاد ا هذا المستضدات ا مع المضاد ا يحدث بينتهم ارتصاص ولا يحدثش الابي تعطيني للبي ما تعطيني للبي الابي ما تعطيش للبي نشوفوا هنا في نقل الدم الابي تعطي للأ و تعطي للأ الابي تعطي للب وتعطي للأب وتعطي للأ تعطي لهم قاع لا ترى الابي ما عندها مستضدات الابي لا توجد لها فقط الأجسام المضادة و نقول قلنا نبغو شي حاجة نقول الابي تعطين الاخرين نعمل الجسم الموضات التحى مع انتها هذه رهي مهمولة وما عندها مستضدات مع انتها رهي خاوية تعطيه لهم كامل فالأو تعطيه لهم كامل الآبي نجده نفهمه كتر الآبي تعطيه للآ قالوا انه ما تعطيه لهاش الآبي على ما تعطيه للآ نشوف هايا للآبي هايا للآبي نشوفها الحصول هايا للآبي قالنا الجسم المضاد هنا ما عنديش السموضادة ما لديش هايا تعطيه للآ هايا للآبي على ما تعطيه ها نعمل عندي مضاد بي بصح كتر عندي مستضد بي مستضد بي مع المضاد بي يتلاسقوا مع بعضيتهم او لا يتلاسقوش يتلاسقوا يحدث تسمى ارتيسات هنا عندي مصطدد وهنا موضاد حطوا فراثكم بلي المصطدد يلسق مع الموضاد مصطدد يلسق لي مع الموضاد فكي يلسق مع الموضاد ما عندها يحدث تاراس ما عندها ما نطيقش تصرا عملية النقل هاهي هنا يا A B ما نطيقش تنقلي لل A ما نطيقش لل A B تعطيني لل A نجدون الدوخذ أخرى التالية باش نفهموا نشوفوا ال B يلا يعطي لل A B هنا قالوا انه يعطي ال B لل A B اللي بالحمر ما عندها يعطي B لل A B نشوفوا ها ولا B تعي واش قلنا احنا نهنوا الأجسام الموضادة هانيه مثل الأجسام الموضادة تعي نشوفوا لا يعطي لل A B واش فيه؟ فيه مصطد B بس احنا يا شافي لا يوجد أجسام موضادة ما عنديش أجسام موضادة أصلا ما عنده معا من يلسق معنتها ال B يعطيني لل A B خلاص تكونوا فهمتوا ال B يعطيني لل A وهكذا في نقل الدم نتمنى تكونوا فهمتوا نروح نهمل جسم الموضادة ونروح نشوف إلى كين مستضد معها إلى كين مستضد معها إلى كين مستضد معها موضاد ما عندها يحدث ارتصاص مستضد B مع موضاد B يحدث ارتصاص مستضد A مع موضاد A يحدث ارتصاص هذا ما كان يحدث ارتصاص ما عندها ما يصلحش نقل الدم نرى أنتدي عندي هذا موالد ضد إن وجد إلا تلقيناه نقول الزمرة موجابة إذا لم يوجد نقول الزمرة سالبة ونشوفو هنا نقل الدم ها هي الأمانة فقط هذه الدتها من عند أستاذة لأنه ما تلقيت هكا مخطط في جوجل باش نحطوه لكم باش تفهموا فيه فنشوفو هنا عندي A positive وهنا عندي A negative شاي اللي خلتني نقول باللي هذي A positive هذي موالد ضد ها ولا هذو اللي كم تشوفوهم دويرات هيا لا هذو موالد ضد فقلنا كين تلقى موالد ضد ونقول الزمرة باللي positive هنا كين تلقاهاش نقول باللي negative هنا تانيك ما عنديش نقول باللي negative O negative كونجا عندي هنا نقول O positive صحة هنا فيه موالد ضد هنا عندي وهنا ما عنديش بس صحة هنا في الأجسام المضادة هنا وش قلنا عند ال A قلنا في الأجسام المضادة عنده جسم ضد B مع الجسم ضد B عنده O T B هنا في ال A negative شوفوا من ما يكونش عندي موالد ضد D يكون كاين في المصل يكون كاين الداخل مع الأجسام المضادة يكون كاين O T D ما عندوهش هنا موالد ضد بس عنده O T D معنتها اللي كامل اللي negative اللي ما عندهمش موالد ضد D اللي هو ما negative عندهم مع الأجسام المضادة تاحهم عندهم O T D اللي عندهم موالد ضد D مع الأجسام المضادة ما عندهمش O T D خلاص صحة نحن هيا لقدرنا هكا باش نعرفو positive في مدل ال negative أو negative في مدل ال positive نقل الدم في نقل الدم هنا ندير نفس الطريقة اللي وردها لكم في نقل الزومال كيف كيف نشوفو هنا عندي negative بيعطيلي positive نشوفو اللي negative يعطيلي positive نيغاتيف انا وش عندي هنا عندي ال anti D هنا وش قلنا احنا نهملو الأجسام المضادة تاعه فهذا انا غادي نهمل جسم المضادة تاعه كامل شا عنده هنا نهمله بيمد لل A positive ال A positive شافيها فيها anti B وفيها جسم مضاد B فهنا ال negative مع ال positive أسكو هنا غادي يأكلوا هنا ال anti D أسكو غادي يأكلوا ما عندوش ما عندوش أسكو غادي يحدث ارتصاص مكاش تسمى ما يحدث الارتصاص تسمى السالب يمد للموجب يمد للموجب يمد للموجب نشوفو الموجب ليمد للسالب الموجب هنا نهمل أجسام المضادة هاني هملتها وننقل هذه ال A positive لل A negative كين ننقلها هنا ماذا عندي هنا anti D مع المولد ضد D نحن قلنا كين نلقا anti D مع مولد ضد هيحدث ارتصاص هذي دورها هنا غادي تقول هذي ها غادي يحدث ارتصاص ما عندها positive يمد للنغاتيف ما عندها ميتش للنغاتيف شفتو نفس الاساس نفس الاساس وش نروح ندير نعمل هنا الأجسام المضادة وننقلها كين ننقلها ونرى الأجسام المضادة هنا لا يحدث ارتصاص مع وشكين على الغشاء ولا لا احنا قلنا كين نقل A positive هنا وعندي هنا مولد ضد D بصحة عندي anti D ما عندها هذي يلسق معها هذي يلسق بصحة العكس على ما يلسقش هنا نهم الأجسام المضادة وهذا نحطه هنا هنا ما عندي ما عندي لا ما عندي لا ما يحدث ارتصاص ثم السالب يعطي للموجب أولا سيت وكامل الأخرين غادي واشتحطينا القاعدة ما غاديش نديروهم كامل عندي الموجب يعطيه للموجب الموجب لا يعطيه للسالب عندي السالب يعطيه للسالب والسالب يعطيه للموجب ما عندها بشكل عام عندي الموجب يعطيه للموجب فقط يعني الموجب يعطيه للموجب فقط الحاجة إيجابية تعطيه لحاجة إيجابية فصل علي الثالب بالله يأثروه على السلب والموجب ،يأثروه على الحاجة إيجابية أو الحاجة السلبية السلب يعطيني للسالب والموجب بعدها لدي زرح الطعم الطعم عندي طعم ذاتي وطعم لا ذاتي كيف نعرف الطعم الذاتي وطعم لا ذاتي الطعم الذاتي يجيب جلد من ذرة ويضع فكرة فهنا في نفس الجسم فهذا طعم ذاتي طعم لا ذاتي لا يجيب من شخص لشخص آخر فهذا الطعم لا ذاتي يسرع لي أنا يا رفض يقبول للطعم عند سرعة الطعم كيفاش أنا يسرع هذا القبول ولا هذا الرفض الشيء الحاجة اللي تخليه الجسم التعناه يرفضه ولا يقبل الطعم عندي على مستوى الغشاء الهيولي للخلايا يوجد واسمات في الغشاء الهيولي عندي بما يسمى بالواسمات ولا معقد التوافق النتيجي سموه فإذا كانت متوافقة إذا كانت متوافقة بين المعطي والمستقبل يتم قبول الطعم أما إذا كانت مختلفة فيتم رفضه معنتها الجسم التاعي يميز لي بين الذات ولا ذات فبصح شيء الحاجة اللي تروح تقضيلي على الجسم هذا الغريب اللي تخليه في حال ما إذا ما قبلتوش الذات التاعي هو الخلايا الت بواسطة الخلايا التسي الخلايا السامة كما تعرفوش العضوية تعنت روح تجدي الخلايا التسي التقضيه له معنتها الخلايا التسي هي اللي تدخلي في زرح الطعم صحة قلنا من يتميز الذات ولا ذات عن طريق الواسمات ولا معقد توافق الناس يجي إلا كان متوافق ولا مشي متوافق تميز للذات عن اللاذات فنشوفوش معنتها الذات وش معنتها اللاذات الذات هي مجموعة الجزئات الخاصة بالفرد محمولة على أخشية خلايا تكون محمولة على أخشية الخلايا تشكل بطاقة هوية الفرد هي اللي تشكل بطاقة الهوية تعنا اللاذات هي العناصر الغريبة عن العضوية والتي لها القدرة على توليد استجابة مناعية توليد استجابة مناعية وينها؟ الخلاوية المتعلقة بالل تسي ترجمة نانسي قنقر